صحيح إنه مجلس النواب تحديداً في أجاستو ويبدأ يعقد أو تعقد الجلسات مرة تانية إن شاء الله يوم تسعمى وعمى لهذا لا يمنع ده حنا نكون بالكلم عن الجلسات العامة هذا لا يمنع إنه اللجان بتجتمع يعني هتلاقي مثلاً على سبيل المثال وده يمكن خبر من الأخبار بتاعتنا إنه هتلاقي اللجنة الحقوق الإنسان عندها اكتماعية وهتلاقي اللجنة الش MAC عندها اجتماعية وهتلاقي لجنة القوى العاملة عندها اكتماعية إلخي 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 يعني اللجانة اللي موجودة جوه المجلس بتجتمع وقاعدة عمالة بتشتغل طيب لجنة حقوق الإنسان وبرئاسة سيادة النائب طارق ردوان عملت اجتماع يوم الحد أو عندها اجتماع بإذن الله أسف يوم الحد اللي جاي وده هيبقى فيه إطار أنه الصبح هيبقى فيه اجتماع الجلسة العامة اللجنة هتعمل اجتماعها بعد ما بتنتهي الجلسة العامة يعني أظن أنها تبقى على الساعة 3 أو الساعة 4 حلو طيب الاجتماع ده بيبقى مع الأمانة الفنية لللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان علشان يحصل استعراض قوله إن شاء الله يعني لأبرز مخرجات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان واللي كان صدر قرار بإنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان برئاسة سيادة الوزير أو سيادة وزير الخارجية وعضوية عدد من الوزرات والجهات الوطنية المتخصصة سيادة النائب طارق ردوان رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب قال ان دور المجلس التشريعي خدوا بالكم بس بقى من الجملتين دول لانهم فعلا مهمين جدا دور المجلس التشريعي ايه بقى التأكد من توافق اطر ورؤى وتطبيقات المؤسسات التنفيذية يعني الحكومة الدولة ومؤسستها بما يتوافق مع ايه تعزيز واحترام وحماية شوف بقى تعزيز يعني دعم تقوية واحترام وحماية كافة الحقوق والحريات المدنية والسياسية خد بالك والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الواردة بالدستور وبالاتفاقات الدولية لحقوق الانسان اللي مصر انضمت لها كلام سات النقب طرق ردوان شديد الاهمية من حيث في كتير من الناس بتطلع بتتكلم على ما نطلق عليه جميعا ملف حقوق او ملف الحقوقي المصري ملف حقوق الانسان في مصر ناس بتقعد طول الوقت تدعي بانه مصر تمارس شكل من اشكال المكرثية المكرثية دي كانت نسبة الى نائب كان موجود فيه الكونجرس الامريكي في ستينيات وسبعينيات القرن العشرين وهذا النائب المتطرف كان يرى انه لو حد مثلا يطالب بقانون لحماية العمال او لوضع قانون جديد يحمي الموظفين تصحيح في اوضاع قوانين العمل في امريكا بالمناسبة قوانين عمل في امريكا زي الزفت عشان بس تتبقى فاهمين يعني ودي حاجة بوده تتنافى مع حقوق الانسان بس يعني بصرف النظر مش ده موضوعنا دلوقتي فكان يطلع يقولك ده كده شيوعي وانتوا عارفين كلمة شيوعي في امريكا دي توديك ورا الشمس مش هزار وبالذات في التوقيتات دي ستينيات وسبعينيات القرن العشرين وتتذكر ان في واحد من اهم نجوم العالم اللي لم يكن يعني واحد من اهم خمسة في العالم ينسب لهم فضل عظيم في نشر صناعة السينما تشعلي شابلن الرجل ده اتحرم من جوائز لمجرد الاشتباه في انه قد يكون شيوعيا او اشتراكيا او يحمل ميلا يساريا لانه كان بيعمل افلام يدافع بيها عن العمال الفقراء والناس المهمشين وما الى ذلك اللي بيتكلم فيه سات النقب طارق ردوان انه مصر عمرها ما هتعمل كده بل بالعكس مصر تلتزم بكافة المواثيق المعمول بيها تبقى للي هي مضي عليه وتبقى لمواثيق الامم المتحدة يعني وده مهم مبارح كنت في مناقشة مع مجموعة من الزملاء والمعارف والاصدقاء وكلهم بيشتغلوا بهذه المسألة يعني وبعضهم كمان كان مهموم جدا او لازال حتى هذه اللحظة مهموم جدا بملف حقوق الانسان فكانوا بيتكلموا انه ساعات بتطلع فيه بعض الافكار المتطرفة بعض الافكار المتشددة وانه احنا مش فكان الكلام الحقيقة اللي من ناحيتي يقول لهم يا جماعة اولا احنا في مصر لا ننظر للتطرف بوجهه يعني لا نريد تطرفا في اقصى اليسار ولا تطرفا في اقصى اليمين لا نريد تطرفا شديدا في ممارسة الحريات الشخصية على سبيل المثال ولا تطرفا شديدا في الحجر على الحريات الشخصية على سبيل مثال اخر فمصر احنا عايزين نمشي الامور على اسم الفيلم الاياب بتاع فتن حمامة الخط الرفيع اللي هو ايه العدل ودي حاجة مهمة جدا والانصاف فهناك ما بين هذا وذاك ما قد تطلق عليه الفرق ما بين الخيط الابيض والخيط الاسود تطلق عليه شعرة معاوية اللي هي تحفظ انك ما تنحزش ما بقاش في عندك انحيازات متطرفة نحية اليمين او اليسار انا مش بتكلم على الايديولوجي بتكلم على انه لا تكون متطرفة متشددا دينيا على سبيل المثال او تصبح متشددا ومتأسا او تصبح متطرفا في اراءك المتعلقة بالحريات الشخصية فتبيح كذا وكذا وكذا بدعوة احنا المفروض نبقى دولة مدنية وحديثة وما الى ذلك وفي نفس الوقت مصر فيها قانون يحمي الجميع اي حاجة بتحصل في مصر هتحصل طبقا للقانون اي حاجة هتحصل في مصر هتحصل في اطار الاحترام الكامل للقانون وتطبيقه وده المهم وعشان كده انا بقول لكم لجنة حوالانسان فعلا اللي موجودة في مجلس النواب في منها مجموعة او هي بتتكون من مجموعة من النواب زي سيدة النائب طرق ردوان رئيس اللجنة ونواب اخرين اصدقاء زي محمد عبدالعزيز على سبيل المثال وبعضهم زملاء اعزاء في مجلس النواب ومعارف محترمين الكل فعلا مهموم بالقضية ويحافظ على حق المواطن المصري تالت وامتالت حقوق الانسان تحملوا الف وجه لو صح التعبير ولجنة حقوق الانسان ومجلس النواب بيحرصوا على حماية الالف وجه مش تسعمية تسعة وتسعين الالف وجه ثق من ذلك